أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء والقرآن الحكيم إنك لمن المغسلين على صغات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال إلى الأذقال فهم نقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وصل لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اسمين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من الشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليل قالوا طائركم معكم إن وكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسعدكم أجرا يسعدكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي الظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلموا بما أغفرني ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا ممزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا أبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرزط الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منا حبا فمنه يأكلوا واجعلنا فيها جنات من نخيل من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح وآية لهم أننا حملنا زرزيتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر غرقهم فلا سريخ لهم ولا هم منقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات عربهم إلا كانوا عنها معرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعوا من لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصهم فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخا في السور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم يمسلوا قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا جميع لدينا محور فاليوم لا تزلغ نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكموا هم وأزراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدر مبين وأمعني وأمعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدوا إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعين فاستبقوا الشغاة فاستبقوا الشغاة فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانته فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا تعقلوا وما علمناه الشغاة ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاغب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستفيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر أخزر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعوا صدق الله